الابنات تقلبوا لي على وصفة بيدكم وترجع ريحتكم تجنن ان شاء الله ريحتكم تهيج و تحمق وصفة غزالة تخلي الجسم ديال كله برحة النقاوى كله برحة الطارة وصفة يا الابنات من اروع و من احسن مجربت للتبييد لعلاج تسبوغات لعلاج النمش والكلاف السيكاتريس الحبوب حروق الشمس شد البشرة علاج تجاعد فيها كل الاشياء الايجابية لتحتاج اي غزالة و اي وحدة سواء مقبلات على الزواج كما نقول احنا مادة الويداسك الحنى او لا مزوجة عشرين عام هادي ولا عزبة ولا كما كانت الحالة الاجتماعية ديالك فغادي نبيضك و غنتهله فيك بجوجة المكونات و خصوصا المتزوجات يعني غاته الله يفرسك ديال بالصح و ان شاء الله اي وحدة شافتك شافت الوجيه ديالك الويداس ديالك راه في غامو غادي تصدم و هادي تصدم حتى انتي من الغزولتا و كذلك الزوج ديالك غادي يتصدم فيكو في البياض الماسع للجسم و للوجه و حتى اللي بغتي انتي يعني هاد الوصفة غادي تجنن كل من شافك و كل من شافت الوجيه ديالك و الويداس ديالك و الرجلات ديالك حتى من الرجلات و الويدات كتبيضهم كترجعهم كي يشقشقوا يا لبنات فانتمنتنا الاعجاب ديالكم وصفة دياليوما بجوجة المكونات بخنسبال او لا رئيسيه و ليهما السابون و الحامض ايه البنات بالسابون و الحامض غادي تجنن كل من هي وحدة كيما تقولو كانت تتقول لك عمرة برقيع فيك تجاعيد غادي تصدميها في غيمو كذلك غادي تصدمي الزوج ديالك و غادي تجنن برويحك تحمق و بجسم صافي بدون بقعة بدون تسبوغات و بدون سميرة المهم بنات رأخليت لكم بعض المقاطع المصغرة على جنب البداية انتعاد الفيديو بشاكده ما شاء الله تشوفو ديك الغزولتا وتشوفو النتيجة المبهرة والساحرة اللي غادي تصدم اي غزالة واي وحدة بغشي وصفة له يزوينا و في المتناول ديال جميع و كذلك الغزالة ديالي بنسبة لهاد لغوستات هادي راها كتعالش حتى تجاعد يعني البنات اللي كيعانوا من تراهولات و من الوجية العامر هاكده يتجاعد العامر بتبرقيع فيك الحبوب فيك السيكاتريز فيك حروق الشمس فغادي تخلصي ديالي من هادشي كامل المكوينات اللي خدمنا بيهم اليوم من الروع انا شخصيا بعدما جربت ريحت العرقة بالنسبة المراهقة ترى هاد الوصفة ديقبط لليها المهم لبنات قبل كل شي فغادي نقول لكم ما تنسونيش من اللي لايك الله يرحب بيها الوليدين انا كانترجاكم حبيباتي اي وحدة كتشوفي يدها با نقول لك الله يسر لك الامور ديالك الله يسهل عليك مصعب الله يخلي لك ولداتك وحفظ لك صحيحة ديالك هي كنز الدنيا وحفظ لك الزوج ديالك والعائلات ديالنا كاملة الله يحفظهم لنا منهم جدواس ديالنا منهم الاب منهم الجد جد كذلك يعني عائلتنا بصفة عامة له لا احرمنا منها يا ربي وكذلك الله ينجحكم بالنسبة للمتتبعات ديالي اللي ما زال شاء الله غير مقبلين على الدخول المدراسية مقبلين على سنة جديدة الله يدخلها عليكم بصحيحة ولهنا وباش ما تمنيتو ما تنسونيش من اللي لايك لانه في غير ما وفاش كنشوف لا فيديو في بزاف ديال اللي لايك كنزيد نشجع كنزيد نخدم كنزيد نأفونسي وكنزيد نقلب ونبحث ونجيب لكم الجديد في المكان المهم على بركة الله الغزالة ديالي غنبش دبا باش نتعرفوا على المكونات دياله وطريقة التحدير وكذلك الغزالات ما تنسونيش من الاشتراك يعني البنات اللي ما زالين ممشتركين شيشتركوا في القناة ويفعلوا زيال الجلس ولكم وتغديركم حتى وماشي حاجة اساسية وخا غير حمث الوالدين وخا غير ايموجي وخا غير تعليق بسيط وخا مهم غير ما تخلينيش بلاش بالنسبة لبنات الوصفة غنحتاجوا الحامض هنا لبنات عندي هاد النوعية ديال الصابون ديال الورد كذلك البنات عند هاد بالفاني كذلك البنات عندي هاد بالارغان وكذلك عندي البنات هاد بالخزام هانتما عندي اربعة ديالشكيلات الغوز البيض الموف نضيف السابون نحتاج عصير حمضة هذا هو مجد المكونات الأساسية نحتاج الطيل الأبيض كمية طيل البيض كمية طيلة نحتاج المكونات نحتاج المكونات نحتاج المكونات نستخدم طيلة نحتاج الحمص نستخدم حمص والفوائد والمزايا ولما له من تأثير إيجابي على البشرة والجسم لأنه يشد وينفخر بالنسبة لبنات التي تقول لي في تعليقات لوجهة دينا را طافس لوجهة دينا را دير في حل وفي حل الممياع عفك أختي لها ما أعطينا شي حاجة زوينة فنصحكم بالحمص دائما آخر حاجة لبنات عندي هنا هاد القراءة دي الماورد دي لتتدرهم هايا ماء دي الورد دي البستان دي القلعة مقونا صالح التجميل وحمراء العين والحماء والتجاعل هاد شي اللي كاين هادو هما المقادر اللي عندنا يعني عندنا المدية الورد عندنا السابون عندنا الحامض عندنا الحمص عندنا الكركم وعندنا الطيل البيض وعندنا نشف طوطل استدي المكونات ولكن را وصفة خاطيرة دابا البنات غدي ندوزو لطريقة التحضير هاد الوصفة الصراحة هاته لي عروسة هاته لي عروسة مدى الويدة هالحنا كانت قاتل يرادر تقبل العرس ديالي تقريبا بوحد سيمانا ولا خمسيان في حالك دا وجاب بها الله تيسير فاقلت لدي هالي غنطقتها جيدا بمع الموسيس بعدي اللي غيكونوا فغاموا وفرحانين وسعيدين باش حتاهم ينودوا يجربوها ويقولوا لي في تعليقات كيف يجتون مهم اتاخدي معي بوحد زلافة وغادي اضافي لي فيها كمية ديال روز باودر هانتوما غادي اضافي لي فيها شوية ديال الكركم والخركم البلدي نصف معلقة ولمعلقة ديال الحمص باودر وغادي اتاخدوا الماء ديال الورد تجمعي بي هاد المكوينات ديال البنات غادي ينضيف النشا او ما يسمى بالدورة او المايزينة نضيف دكعا سينس حمضة وللحمضة نضيف حمضة ولكن يمكن أن تغرر القطارات الحمض ضروري لبنات ولكن عندك الجسم تغرر بعض القطارات لا تكتري منه بثاف بثاف ثم نضيف حمضة طين ثم نضيف حمضة السابون سوف نشرح لكم الطريقة و لا تنسون ملايك الله يرحم بها الوالدين لا تنسون ملايك و تعليق و غير كلمة خير و غير أي حاجة تبتوا وجودكم بالتعليق و باللايكات سوف نضيف الحمضة للخمضة لم تنسبة لدية سابون سوف نضيف الخمضة والقصف سوف نضيفه هذا سابون لمساعدت سؤال سأخذ بعد يجب أن تبقى في جسمك ثم تبشره ثم تضيف الماء إما مزهر إما مزهر و ترقض العلاء ثم تلقى السابون و تجربة الماء و تجربة كريم ازال تريدين تجربة الماء تبقى كريم ثم تبقى تبقى جزاء احبى و تبقى هذا هو السابون هذا هو السابون لا نضيف الماء لا نضيف الماء لا نستخدمه في الوصفة هذا هو السابون نضيف السابون نضيف السابون سينار صوب السابون سينار الصبون سوف نضع معلقة سوف نضع الوصفة 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 اشتركتها معي الوصفة نحسيت بها زوينة غامل المكونات اللي قاتلية و جربتها كنت سريعة سريعة بزاف باش نجربها علي بادا و من بعد عجبتني الغزولتا ديال المعقول و جيت باختجتها معكم في القناة المهم هذه هي لاغوستات انتم مرة طبقتها يعني على الويداس ديالي باش هكدا تشوفوا يبال لكم هكدا يعني الشكيال و الغزول تحت هي اللي خليت لكم في البداية ديال الفيديو المهمة تشيلي كالبنات الوصفة كتعلش حتى التجاعد كتشد و كتنفخ يعني البنات اللي باغيني نفخوها كتنفخ البنات اللي باغيني يزولوا ريحة العرق نعارف بزاف المتسبعة ديالي كيقولوا لي و راحنا ريحتنا كي مسلا قولوا فينا ريحة العرق بشكل كبير عافك عطينا شي حاجة فالرحة العرق لبنات الحل ديالها هو هاد الوصفة هدي يعني فيها كل الاشياء اليجابية اللي غايت تحتاج اي وحدة كانت مراهقة كانت كي مسلا قولوا مزوجة كانت مهما كان العمر ديالك ولكن للمتزوجات كتر يعني في غامو يا البنات غادي تجننوا الازواج ديالكم ما شاء الله لمنحية الريحة و لمنحية البياض الناصع يعني بياض خطير كتلج والله القسم يا البنات المهم ما تشيلي كايين هديه الوصفة ديال اليومان تمنانها نالت لسيحسن ديالكم و جربوا الصابون بها الطريقة ليكتليكم شفويا وردوا علي الخبار لا تنسونا شمال اللي لايك اللي لايك اللي لايك اللي لايك ديالكم كتر منهم عفاكم البنات محتاجة هم في غامو باش هكذا كنزيد نخدم نزيد نبداع و نزيد نجيب الجديد و نطور من نفسك كتر كذلك البنات ما تنسونا شمال الاشتراك تفعلكم نزيل الجرس وبوساليكم كبيرة 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 بزاف ونطلق معكم في فيديوهات مقبلة الى اللقاء